اتهم السيناتر الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالكذب ومنح النظام الإيراني فرصة للحصول على أسلحة نووية كروز قال إن إدارة بايدن وكامالا هاريس يكذبون على الصحفيين والشعب الأمريكي بعد أن أبلغوا الكونغرس أنهم يفاككون العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي لكنهم سيسمحون لروسيا والصين بمساعدة النظام الإيراني في بناء برنامج أسلحته النووية جاءت تصريحات كروز ردا على تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس والتي نفى فيها تخفيف العقوبات على إيران وذلك حتى تعود إلى التزاماتها بمجب خطة العمل الشامل المشتركة